فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فحاصله أن النهي عن التشبيه بهم رعلها تشبه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم العلة في النهي عن التشبه بالأعاجم والكفار والمشركين والجاهلية أن من تشبه بهؤلاء تخلق بأخلاقهم بلا شك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بمعنى أنه يكون مثلهم يكون مثلهم بحسب ما تشبه به وبحسب ما أخذ من أخلاقهم قد يكون أخذ أخذا كثيرا وصار منهم خالصا أو يكون منهم في بعض الشيء وعلى كل حالة تشبه نقص تشبه بغير المسلمين هذا نقص في كل زمان وفي كل مكان